اشتركوا في القناة يعني يستطيع ان يجري جراحة في المنزار والميكروسكوب ده جراح بيقدر يعمل كويس الجراحات العادية وبأحسن ما يكون دكتور يسري الحميلي أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري كلية الطب بقصر العيني جامعة القاهرة عضو الجامعية الأوروبية لجراح المخ والأعصاب مدير مستشفى نيورو سباين أهلا بكم طبعا النهاردة حوار مثير ومهم جدا حول أمراض العمود الفقري وجراحاته لكن خلينا أنا فكرت أقول لكم وبحثت الحقيقة في الحكاية دي طبعا ممكن يكون كلامي مش دقيق قوي بس يعني احنا يعني تعبنا في البحث في النقطة دي أخطر حاجة ممكن يتعرض لها الإنسان في الحركة حاجات كثيرة طبعا بتختلف من شخص لشخصه وكل حاجة غلط خطر طبعا لكن لقينا أنه كل الأبحاث اشتركت أو كتير من الورق كتب أنه اللفة المفاجأة مع حمل تيل أنه واحد يعني أكتر شيء وأكتر شيء يتعرض له الإنسان هو دوران العمود الفقري في حركة دائرية مفاجأة مع حمل وزن تيل في نفس الوقت وده بيحصل كتير في مصر يعني اللي هو بقى فكرة إيه إنه واحدة ست مش قوية قوي تشيل كرسي عشان تنقله فبتشيله ده حمل وزن تيل تروح جاية لفة كده اللفة دي في منتهى الخطور خطرة جدا هو ده أخطر من واحدة من أخطر الحركات وفي حركات تانية كتير بتضر العمود الفقري احنا بنعملها طريقة النوم طريقة الأعداف العربية طريقة الحركة طريقة الجلوس في المذاكرة اللي بقى ده تبقى فيها مشكلة التقاط الأشياء من على الأرض احنا ما عندي ناس ثقافة التقاط الأشياء من على الأرض يا جمع ما فيش حد بيعرف يوطي يجيب حاجة من على الأرض صح كلنا بنوطي غلط كل ناس بتوعية موطية جايب على حاجة وقايمة يا السلام بصت لاي هو بيقول طاق طاق ظهرك أو الدسك بدأ يحمل مشاكل الأرض اللي هي التقاط الأشياء اللي هو اللي هنينزل على الركبته أو ينزل بركبته يجيب الحاجة ويطلع وهو فرد ظهره مين اللي بيعمل على الحاجة دي صعب ومش كتيرة خلينا نفهم نهاردة التفاصيل مشاكل العمود الفقري ونفهم إزاي إن التشخيص المبكر إننا نروح بشكل مبكر أكشف المبكرا نهدي فرصة لجرحات رائعة الآن بقت ليها تاني بيقوله اليد العليا وبقى ليها قيمة كبيرة جرحات محدودة تدخل بس بشرط أرجوك تعالى مبكرا أول ما تشتكي هنفهم نهاردة حوار مسير للغاية مع ضيف العزيز أستاذ الأستاذ الأستاذ الدكتور أنور يوسري الحميلي يوسري أنور الحميلي أهلا بك يا دكتور يوسري أهلا دكتور دايما مرتبط أنا بإسم أنور عشان يمكن على الطريقة الأوروبية منورنا الدكتور يوسري الله يحفظي عايز أروح لسؤال فعلا هل دي أخطر حركة قبل ما أدخل في الجرحة بص هو في حاجة مهمة جدا كتير ما يعرفهاش يمكن بعض برضو الأطباء الصغيرين أو المش متخصصين قوي علم اسمه أو عالم الحركة البيولوجية للعمود الفقري وده علم مهم جدا جدا اللي بيقدر اللي بيشتغل في العمود الفقري لو هم عندوش دراية بيه كافية مش هيبقى بيشتغل بشكل كويس في ظل التقدم والثورة العلمية النهاردة اللي عملت لنا واستحدثت لنا حاجات كتير جدا كلها نشأت كبديل أو كاستعادة عن الحاجات اللي بتبوص في العمود الفقري بدأت بتثبيت الفقرات بدأت بالشرايح بالمسامير انتهت بالغضروف الصناعي انتهت بحاجات تقنيات عالية جدا مين يقدر يقول أعمل دليل وحط ده فين واشتغل ده إيه واسبت إزاي وده أسبت للعيان وده ما سبتش للعيان هو اللي عنده دراية عالية بما يسمى بعلم الحركة البيولوجي للعمود الفقري وبالتالي ده اللي يقدر يحط للمريض بتاعه السيستم أو الأساس أو الطريقة أو النظام فحركته كل واحد فينا عنده جسمه له بنيان البنيان ده علشان ما يحصلش أي ضرر لابد أن أنا أتعامل مع بنيان جسمي بالطريقة اللي تناسبه في واحد يقدر يرفع 30 كيلو من الأرض في واحد ما يقدرش يرفعه أكثر من 3 كيلو أنا هيئت الجسم ده إزاي وعملية التهيئة دي نفسها لأن أنا برضو لازلت بشوف ولاد صغيرين جداً في السن راحوا يلعابوا جم بطريقة غير منظمة أو من غير مدرب أو بشكل هاميوني فجاله أنزلاخ غضروفي وللأسف جسمه زي الفل وشكله هايل جداً وعضلاته يعني حاجة جميلة وتعمل أشعة تجد أنه عنده أنزلاخ غضروفي أو فقرة تضررت من أنه عمل الرياضة بشكل خاطئ وبالتالي ده مفهوم مهم جداً عايزين أولادنا يبقوا حطين عينهم عليه عايزين ثقافتنا الطبية بتبقى بتقول يا جماعة مش كل حاجة نقدر نعملها هنعملها ولابد من الاهتمام بزي ما نقول كده ثقافة الاهتمام بالعبود الفقري تتربى عند أولادنا منذ الصغر جراحات محدودة التدخل أحداث الطفرة كبيرة في عالم جراحات المخل وهي دلوقتي أنا في رأيي أنها زي ما بقوله جراحات الحاضر والمستقبل بس بشرط برضو أن المريض يجي مبكراً لأنه فيه فترة ممكن الجراحات المحدودة التدخل تبقى مش عارفة تتعامل مع عديد المشكلات ده حقيقي طبعاً والأهم من ذلك كله أنه مش بس أن المريض هيجي مبكراً أن المريض هيجي للمتخصص في الجراحات المحدودة التدخل وبلاش نسمع كلام الناس اللي بتقعد تخوف العينين وتقول له أهوة تعمل عملية بالمنزار ولا بالمايكروسكوب أصل ده ترد بسرعة يعني دايماً اللي ما بيعرفش يعمل الجراحات محدودة التدخل ولا يجيد استخدامها بيخوف المريض كأنها بعب أو كأنها رعب وده مش صح ما تخليش حد يضحك عليكم ده بيخدعك اللي بيعمل الجراحة محدودة التدخل ده جراح متمرس قدر يعمل العمليات التقليدية وعد المرحلة دي وخلاص بيعمل حاجة أحدث وأكثر تطوراً للمريض بتاعه علشان يخدم قضية واحدة وهي الشفاء المبكر العودة إلى العمل مبكراً وإن أنا أعمل العملية بتاعتي من غير ما أثر على التركيب الطبيعي العمود الفقري ده الصورة بتعرض لنا إزاي الانزلاق الغدروفي بيحصل هنا الغدروفي تضخم بعد ما تضخم خرج برا المحتوى ضغط على العصب العصب ده بيغزي إيه؟ لو بيغزي المنطقة دي في الرجل هيبقى الألم في المنطقة دي لو الغدروفي في مستوى أقل أو تحت منه يبقى هيغزي عصب تاني هيدي الألم في المنطقة دي لو الغدروفي تحت في الفقرة اللي تحت يبقى الألم هيجي في عصب الرجل ولكن في ناحية تانية وبالتالي بتختلف الأعراض على حسب مستوى الإصابة دي صورة بتعرض لنا إزاي ممكن يحصل كسر الفقرة من حركة مفاجئة عنيفة غير مدروسة شفت القوة كلها نصبت على إيه؟ ده بنشوفه إمتى؟ ممكن نشوفه في واحد نط من فوق علشان ينزل في المياه اتخبط في صخرة فالفقرات ردت لورا اتكسر العمود الفقري أثر على الحمل الشوك في الكرة فاندم برضو ده يعني في الكرة بس نادرا ما بيحصل لأن مهما كان صبت الكرة بتبقى الوزن بتاعه مش بالقوة لكن ده بيبقى الوزن والجرافتي والجاذبية والاندفاع بتبقى حاجات كتيرة قوي هنا برضو بيعرض لنا الأماكن الأكثر تعرضا للإصابة في العمود الفقري بالتآكل والخشونة والغضريف وهي الفقرات القطنية وليه؟ لأن بيعرضها لحمل كبير معظم الوقت هي شيلة وزن الجسم كله في نفس الوقت عليها معدل حركة عالي جدا أقل الفقرات ضررا الفقرات الصدرية الثاني حاجة بتالي الفقرات القطنية هي الفقرات العنقية ودي بقى مرض العصر بالنسبة لللي عاديين على المكتب بالنسبة لللي بيستخدموا رقابتهم بشكل كتير في السواقة في القاعدة على المكتب في المذاكرة بطريقة خطأ في الولاد اللي مسكين الموبايلات طول الوقت وتاني رقابته في الست البيت اللي قاعدة بتشتغل على بطريقة مش صحية في البنت اللي قاعدة بتذاكر طول الوقت على الأنتريه أو في الكافية معه والولاد دي وعودوا يذكروا في الكافيهات وبقت موضة حاجات دي كلها بتؤذي العمود الفقر عندي السؤالين في سؤال واحد المناظير ودورها في التعامل مع الانزلق الغدروفي إزاي المنزار بيدخل اتعامل مع الانزلق الغدروفي برضو كلاسيكيا ايه حدود المنزار يعني كان منزلق غدروفي بعدين المنزار يقولك مش هقدر اشتغل أو خلاص دي حدودي هل هناك سؤال التاني بقى هل هناك حالة صراع أو تنافس بين المنزار والميكروسكوب هل المنزار عدو الميكروسكوب أو الميكروسكوب عدو المنزار وهل يعني أحدهما يعلو على الآخر أو يسمو على الآخر أم أن كل منهما منطقته اللي بيشتغل فيها دول سؤالين الحقيقة في مجال الجراحة الجراح الشاطر بيستخدم كل الوسائل المتاحة لتطويعها لإجراء عملية جراحية ناجحة تصور أنت بترسم لوحة وواحد يقول أنا متحايز للون البني واحد يقول أنا متحايز للون الأزرق للسماويات مفيش كده اللي بيرسم لوحة ده محتاج جميع الألوان احنا محتاجين في العملية بتاعتنا كل التقنيات دي دون أن تضغى واحدة على الآخر احنا ما بنتحيس الحاجة الجراحة الشاطر بيقدر يعمل العملية بتاعته بتطويع كل هذه الأسليب المنظار ممكن استخدمه خطوة واحدة في العملية ممكن استخدم الميكروسكوب في خطوتين ثلاثة ممكن قدمج الاثنين مع بعض دي عملية بنشيل فيها الغضروف بالمنظار زي ما احنا شايفين دخلنا من فتحة صغيرة جدا جدا في الجلد ودخلت الألات الجراحية هستخدم الجراحة الملاحية عشان توريني الصورة ركبة على الأشعة بتاعت المريض عشان لما شيل الغضروف أتأكد تماما أن أنا شلت الغضروف اللي عليه المشكلة هستخدم استحساس العصب عشان أقدر إيس الكهرباء جوه العصب يا ترى العصب ده حاجة مسته ولا لأ هستخدم الميكروسكوب في تكبير الصورة وبالتالي لما بيبقى عندك أبناء وانت راجل أب مثالي ما بتفضلش ابن على الآخر هتفضل ابن على الآخر لو انت أب مش مثالي نفس القصة كل دي وسائل وأساليب إحنا بنحبها كلها والجراح الشاطر اللي بيقدر يلعب بأكتر من حاجة وببراعة ويستخدم هذي التقنيات النهاردة ما بقاش مسموح إن واحد يقولك إيه هو عتعمل العملية بالمنظر أصلا بترجع تاني اللي بيعمل العملية بالمنظر ده جراح بيعمل العمليات الجراحية بدقة عالية جدا جدا ويقدر يعمل العملية بدون هذه الوسائل طب هو ليه بيستخدم الوسائل دي علشان يضمن لمريضه الدقة سرعة الجراء العملية وأهم من ذلك المحافظة على الأنسجة الطبيعية هنا هو بنشيل الغدروف وبنحط غدروف صناعي الغدروف الصناعي ده هو بديل للغدروف الطبيعي يبقى بالتالي أنا شلت الغدروف اللي كان ضغط على العصب رجعت المسافة ما بين الفقرات لوضعها الطبيعي حطيت الغدروف الصناعي المريض ده هيقدر يحرك رقابته شمال يمين فوق تحت كأنه ما شلش الغدروف بالتالي ده اللي عملته التكنولوجي اللي عملته الجراحة الملاحية اللي عملته الصورة العلمية اللي احنا بنشوفها الأيام هل هناك تنافس بين البنزار وما كرسكوك؟ ليس هناك تنافس أنا بحب الاتنين الاتنين أولادي الأعزاء الاتنين أنا بقدر أستخدمهم لمصلحة المريض بقدر أطوع ده في خطوة وأطوع ده في خطوة وطالما أنا بأجيد استخدام الاتنين يبقى أنت عندك أحسن لعب في الملعب اللي بيقدر يشوت شمال ويمين واللي يقدر يلعب وينج ليفت وينج رايت جوكر ده جوكر تصور دايما ده بيبقى عندي مين؟ العيبة اللي هم باي زوية أنا باي زوية أسرع ربع ثانية الجراح الناس اللي بتستخدم ناحية الشمال أسرع فرد الفعل ربع ثانية هي ميزة كمان إن لما باجي أعمل عملية جراحية ما ببقاش مرتبط بناحية يعني أنا ممكن أفتح أعمل للمريض عملية الرقبة من المنظار من ناحية الشمال من ناحية يمين بالمايكروسكوب من ناحية الشمال من ناحية يمين ما عنديش تحيز لناحية واحدة ودي بتبقى حاجة يعني ده بالمناسبة بس يعني عرضا فعايز أقول إن إحنا مفيش حاجة مفضلة على حاجة طالما إن دي هتخدم قضية مهمة جدا هقدر أعمل للمريض بتاع العملية بنجاح منقطع النظير يبقى هستخدم دي هستخدم دي هستخدم دي وهقدر لما يبقى عندي تصور أنت داخل محل كبير قوي هايبر ماركت مثلا ده فيه كل حاجة وبتطلب بضاعة معينة هتلاقي كل حاجة موجودة على الرف قارن نفسك لو أنت دخلت كوشك صغير بتسأل على حاجة مفيش غير حاجة واحدة هيديك اللي عنده بس ما تخليش حد يسوق لك بضاعة واحدة روح للي عنده كل حاجة هتجد عنده كل حاجة بالتقنية عالية جدا وهتجد نفسك بتعمل مجهود أقل في الحصول على أحسن حاجة السؤال المشهور قوي في الجراحة الملحية وتسبيت الفقرات التسبيت التسبيت الفقرات لأنه زحزح الفقرية بقت موضوع منتشر جدا وبقت حالة مسعجة للغاية جدا هل المنظير والجراحات بعتدت التدخل لها دور في تسبيت الفقرات؟ طبعا الجراحة الملحية لها دور كبير جدا في تسبيت الفقرات وأكبر عمليات تسبيت للفقرات فيها تعقيد وتدخلات معقدة جدا هي تسبيت الفقرات العنقية وأنجح طريقة للتسبيت هنا في الفقرات العنقية باستخدام الجراحة الملحية شوف بقى الجراحة الملحية بتعمل ايه؟ صورة الأشعة معروضة على الشاشة وأنا بدخل بالمنظر وأنا داخل بالمنظر الجراحة الملحية بتدمج لي صورة الواقع مع صورة الأشعة فكأن أنا داخل بطلع الغدروف اللي باين في الأشعة ده بالواقع الرياليتي أو زي ما بيقوله كده العملية الواقعية أنا بدمج الصورة اللي طلعة مشخص فيها الغدروف والغدروف باين فيها بوضوح مع الواقع بتاعي وبالتالي لا يمكن الخطأ فيه كتير جدا من العمليات اللي مكتوعة من مضاعفات العملية ميزد ليفل أو إنه يعمل المستوى الخطأي بعين عنده غدروف ما بين الرابعة والخمسة ويعملوا التالتة والرابعة بالخطأ النهار ده الكلام ده لما تقوله قدام حد بيشتغل بالجراحة الملحية حق كتير جدا دي نكتة لأن ما ينفعش ما ينفعش ده يحصل ما ينفعش إنه وإنت بتعمل تثبيت للفقرات باستخدام تقنيات الجراحة الملحية إن المصمر يدخل في مجرأ الحبل الشوكي أو في مجرأ العصب أو يلط العصب بالبلد زي ما الناس بتقول ليه؟ لأننا بدي إحداثيات سلاسية الأبعاد عن المكان شوف الفتحة الدين شوف حطينا بلاسترة صغيرة جدا مكان ما دخلنا علشان عملية جبيرة بيتفتح لها أربعة خمسة إنش أو عشرة سنتي والمريض بيقعد لابس حزام ويعمل لما عندناش الكلام ده إحنا بندخل علشان عندنا تقنيات حديثة بندخل من فتحة صغيرة جدا قد تكون سقب زي قطر الألم الجاف ومن خلالها بنعمل عملية والمريض بيخرج مفيش درنقة بقى مفيش أي حاجة أي حد في البيت يقدر يغير بلاسترة دي بعد يومين ثلاثة أو كل يوم مثلا والمريض ده ما عندوش غرس بقى يفكه والكلام ده كله هاسمح له بعد ما يفوق من البنج أنه يقف على رجله أنه يخش التوالات أنه يبدأ يتحرك يطلع ينزل سلم لو بعمل عملية غضروف في الرقبة مش هلبسه رقبة لو بعمل عملية في الظهر مش هلبسه عزام وبالتالي خدمة الجراحة الملاحية نقطة مهمة جدا جدا وهي الدقة المتنهية السرعة في الأداء الحفاظ على التركيب الطبيعي اللي ربنا عمله في العمود الفقري ودي كانت أهم أسباب ولا زالت أهم في أسباب فشل العمليات التقليدية في أنها تحقق للمريض النتيجة اللي هو عايزة أن أنت بتدخل تشيل غضروف عشان تشيل غضروف بتشيل جزء من الفقرة بتشيل عظم طبيعي ربنا خلق ويعمل وظيفة النهاردة بوسائل محدودة التدخل ما بقاش مسموح أنك تشيل حاجة من العمود الفقري أنت بتحافظ على الكيان الطبيعي اللي هو طبيعي اللي مش طبيعي هو بس اللي هتشيل إيه اللي مش طبيعي ممكن يبقى غضروف هتشيل الغضروف ممكن يبقى حتة ديقة في العمود الفقري هتعمل توسيع في العمود الفقري دون أن تحدث عطب أو تغيير في الطبيعة اللي ربنا عملها مش لأنني ما عنديش هذه التكنولوجيا أبدأ هاجم ما لا أمتلكه هذه هي نقطة عامة جداً وصريحة جداً في عالم الطب أنا صريح جداً في الحتة دي وأكيد ضيف العزيز أشكرك شكراً جزيلاً على تنويرك لنا النهاردة بهذه المعلومات الرائعة والشرح التفصيلي لواحدة من أصعب وأعقد أنواع الجرحات وهي الجرحة الملحية نورتنا بها شكراً لدكتور عيلي ضيف العزيزة الخيمة العلمية الكبيرة أو الجرحة الكبيرة الأستاذنا الأستاذ دوليوسر الحميلي كان في الناس الحميلي خليكم معناها سرحب ويليم بروفت قال في كتابه طب تقويم الأسنان المعاصر قال مضمونة مهمة جداً أن المظهر له تأثير على الانتباعها الزراعة من أكتر أقسام طب الأسنان اللي استفدت من التكنولوجيا خلينا مسألا نتفق أن أن وجود الأشعة سريسية أبعاد طفرة غير عادية في عالم التشخيص والزراعة مثلاً في عالم التشخيص وعلاج العصب وفي الزراعة وفي الجراحة أنا يهمني الشكل اللي تحت ده شكله إيه؟ شكله معمول ولا شكله سنان يعني لو احنا خبنا اللي فوق ده خبنا أن دي الحلقة قبل هل الناس هتتخالن الأسنان اللي تحت دي أسنان معمولة ولا أسنان طبيعية فيها التفاصيل الطبيعية ترجمة نانسي قنقر